قال قائد قوات حفظ السلام التباعة للأمم المتحدة اليونيفيل جون بيير لكروى قال إن قوة الأمم المتحدة في دنوب لبنان عازمة على البقاء وشدد قائد اليونيفيل على أهمية استمرار القوى الأممية في أداء مهامها مشيرا إلى أن رحيل قوات حفظ السلام سياني على الأرجح سيطرة أحد الطرفين المتحاربين على منشآت الأمم المتحدة لقد حين الوقت لوقف إطلاق النار في لبنان هذا واضح تماما ونعم هناك جهود دبلوماسية لتحقيق هذا الهدف لست متأكدا من أننا وصلنا إلى هذه النقطة بعد بالنظر إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن مختلف الأطراف لكن تلك الجهود مهمة جدا نحن ندعمهم إن جنود حفظ السلام التابعين للينيفيل باقون وهم صامدون على الخط وهم مصممون على مواصلة القيام بما تم تكليفهم به الأمر المهم للغاية هو أن قوات حفظ السلام اليونيفيل تحظى بدعم صاحب من الدول الأعضاء غاية